وموضوع اللاجئين يعني لأن بعضهم يقضي الأجازة في دمشق وزير الداخلية النمساوي بيقول من الممكن تعليق طلبات لجوء السوريين وخليني أنتقل برضو معاه يعني خبر تاني مرتبط به لحد ما لا يشمل نزحين من أوكرانيا النمسا تقرر فرض العمل الإزامي على طالب اللجوء وإن كان هنا الموضوع هنا فيه عنصرية وهنا فيه عنصرية يعني الخبر الأول اللي هو متعلق بإني بيقولك لو حد بيقضي الأجازة يبقى احنا كده نعلق طلبات اللجوء أو على الأقل النظر فيها شايف عملية الهدم خلينا نقول في الاستقرار اللاجئين اللي موجودين على أرض النمسا ده بتفسروا ازاي يعني هلأ بموضوع الخبر اللي بيقول أنه لأنه بعضهم يقضي وزير الداخلية من الممكن تعليق طلبات لجوء السوريين يعني هو قال وزير الداخلية أنه يجب العمل يعني هذا الخبر استاذ منضوحه فعليا صراحة مكمل الخبر السابق الذي الذي تحدثنا به من جهة بيقولك أنه أنه دمشق أصبحت آمنة اللاذقية مرة أخرى أصبحت آمنة ما بعرف شو أصبح آمن يعني هذا النغم الذي يعزف عليه وزير الداخلية بصراحة يعني من الممكن أن يقول وزير الداخلية النمسا لم تعد تريد استقبال طلبات لجوء جديدة للسوريين ماشي الحالة بتنبلع فينا نقول أنه النمسا تعاني من أزمة لجوء بسبب عدم التفاهم الأوروبي بين دول التكتل لعدم التوزيع العادل لطالب اللجوء منفهم أما يقول دمشق آمنة آمنة عليه أساس يا سيد كارنر ما هي المعايير التي بنيت عليها أنت هذا المعيار ما هي المعايير التي بنيت عليها أنه أن اللاذقية آمنة على أي معايير هل على معايير تنظيم داعش الإرهابي هل على معايير تنظيم الأسد الإرهابي في ناس عيشة هناك يا سيد الكريم اليوم من يعيش في سوريا إما مقموع وليس له أي صوت أو مؤيد هذه الجماعات الإرهابية إيران تمارس الإرهاب في سوريا وترعى روسيا تمارس وترعى الإرهاب العديد من الدول العربية خاصة العراق واللبنان ترعى الإرهاب وترعى الميليشيات على أي أساس إذن عم يتحدث فبالتالي ما يقوم به ويتحدث به وزير الداخلية هو فعليا حديث وحادي الاتجاب هو غير مبني بشكل علمي ولا على أساس قانوني يتحدث بنبرة يمينية متشددة للغاية ضد شريحة من الأشخاص المستضعفين الذين جاءوا وريدون بناء حياتهم وإعادة حياتهم لأن النمسا وكافة الدول الأوروبية لم تضغط الضغط الحقيقي لتغيير الوضع السياسي في سوريا لو ضغطت الدول الأوروبية إضافة لأمريكا على تغيير حقيقي للوضع السياسي في سوريا حتما لن نسمع لا بوزير كارنر ولا بعديد من هذه أولاء السياسيين الذين ينغمون فقط على الخطاب الشعبي والخطاب الإقصائي والخطاب التمييزي ضد هؤلاء ولكن زيادة الأصوات مش مفتة بالنظر بالنسبة لك يعني زيادة أصوات الدول الأوروبية اللي بتطالب الموضوع أو عملية الاتفاق أنت كده مقارب إلى نصف الدول الاتحاد الأوروبي لا تذهب بعيدا مع الأسف الأسد اليوم نظام الأسد تم إعادة إنتاجه من عديد من الدول العربية مع الأسف العديد من الدول العربية أرسلت وزارة خارجيتها وفتحت السفارات المتبادلة يعني مع الأسف يعني على مستوى الدول العربية يوجد يوجد ازدراء صراحة بشكل مريب جدا بإعادة التعامل مع هذا النظام الإرهابي وهذا ما أنعكسه يعني عندما نقول أن الدول العربية أوك الدول العربية عندها مشاكل بالديمقراطيات عندها مشاكل بأنظمة الحكم بغض النظر لن ندخل بهذه التفاصيل ولكن أوروبا التي تعاني من مشاكل لجوء اللي بده يعاني من مشاكل لجوء يبحث عن حل سياسي يضمن حقوق الجميع في سوريا سوريا اليوم تعيش ثورة حرب أهلية حرب عصابات سميها ما شيء بس الدنيا هادئة دلوقتي ليست هادئة عزيزي لا يوجد شيء هادئ أنت لا تسمع بمكان الأحداث يوميا الأحداث يوميا موجودة الفقر المطقع الإرهاب الموجود لا هو الفقر أكيد لا لا ممارسة الإرهاب عزيزي اليوم اليوم كل من يتحدث بكلمة يعتقل فورا وربما يعدم ويصفع ومئات آلاف المعتقلين الذي لا أحد يعرف عنهم شيء هل سمعت بضحايا قيصر آلاف الصور آلاف الصور للمعذبين الذين تم قتلهم ووثقوا في السجون سجون نظام الأسد ماذا يتحدث وزير الداخلي عن أي أمن وأمان يتحدث فليستحي على نفسه فليستحي على نفسه أقولها وأعرف أن هذا كلامنا يترجم ويصل لكافة الجهات الأمنية في النمسى وغيرها فليستحي هو وغيره وأن يبحث عن حل سياسي يرضي كافة الأطراف بشكل حقيقي ولا أن يضطهد هؤلاء اللاجئين فبس هو تكلموا هنا عن الضمانات لا يوجد ضمانات يا سيد الكريم الأسد لا يوجد ضمانات لا يوجد لا أحد يضمنه طيب تدينه فرصة فرصة طيئة طيب ماشي الحال ما رأيك أستاذ ممدوح أن أذهب اليوم وأخطل زوجتك وأبنائك ووالدتك وأخوتك وأقول لك أفكر لك بالاعتذار ممدوح وأنا صراحة اكتشفت أني أخطأت ماذا ستقول لي اذهب إلى المحكمة ولتقتص منك المحكمة بداية ثم لربما نتحدث عن عفو ما أما قبل المحاكمة وقبل المقاضات يا سيد الكريم لا يصلح أن مع المجرم بس أنت بتكلم عن حاجة مش تحصل نعم هذا لا يعني هل تسامحت هل تسامحت النمسا وألمانيا مع النازية لا تخلصت منها اقتصت منها جرمتها جرمت النازية جرمت الإرهاب جرمت القتل على الهوية بسوريا تم القتل على الهوية فقط لأنك مسلم فقط لأنك معارض فقط لأنك معارض طبعا مسلم وغير مسلم أشانا أكون دقيق بس مسلم تحديدا هذا أكثر أكثر فئة تم قتل فقط على الهوية يقتلوا يا سيد الكريم بسوريا على الهوية تقتل أنت من المنطقة الفلانية تقتل خاصة في بداية الأحداث حتى العام 2014 وال2015 والذي يسمعون الآن يعرف ماذا أقول بالضبط فيه أناس من حلص قتل من ريف دمشق بس لأنه من ريف بس لأنه من مناطق معينة معارضة قتل بدون أي ذنب فهذا النظام التعامل معه والتقارب معه جريمة فابا لك فابا لك بعقد اتفاقيات معهم